يا هلا ويا مرحبا قوة حياكم الله مع مزاج حوالي تور نمبر تو وكما طلبتم اليوم شفت الجو اش حالاته مغيم وقلت فرصة مدامني انا اقعد الفجر مع اصلاة الفجر ما ارد انام قلت خل اطلع ما عندي شي قلت لقمتي شربت شويهتي ركبت سيارتي وطلعت قبل طلعت الموظفين فكانت الساعة خمسة ونص الفجر الجو بشكل عام كان مغيم ويدحلوا وهدو وانا اموت على هالاوقات هذي فطلعت من الصديق الشوارع العيئة والدنيا هادية وقليل من السيارات شكل ما تشوفون بالفيديو المراد دخلت دخلت طلعت من الصديق بالتجاه حوالي شكل الخطة اللي انا راسمتها والدخل اللي دخلتها تكون منصوب مجمع النقرة الشمالي والجنوبي بالمناسبة المجمع النقرة الجنوبي اعتقد رح ينهدم شكله تشنة اولا مهجور وبعدين تشنة في شواهد انه رح تشنة مفرقة وشغلة انه بيهدمونها للي مهتم يعني اللي كان عايش بالمنطقة هذي وصوب المجمع اعتقد رح يا يجددونا يا يهدمون امانة لما سألت فشفت اللقطة اللي سويتها لك يا شيخ الوادي هذا تشذيوانا مارة بالشارع هذا مجمع لطبة مرين عليه موجود لنحين بس اعتقد تجددو وانا الحين باتجاه ميدان حوالي هناك فيه نفق سوووا وايد حلو اللي يفرق ما بين حوالي وما بين منطقة الشعب تموا يعني مدة طويلة والله يشتغلون فيه ولكن النهاية كانت حلوة وايد حلو نفق مرتب وشي عدل يعني للي ما شافه فهذا ميدان حوالي وللي حب المنطقة اللي هناك في المركز عبدالله السالم هذا يبقى لي يوم اسوي لكم عننا ريبورت وايد شي حلو ويشرف لكويت عمانة خلوني يوم تشذي اتفرق وسوي لكم اياه ان شاء الله انا طبعا بشارع الخليج راح اروح لبعد شوي تشوفونا الصبح وجمال الصبح وروآن الصبح يعني الواحد بس يحط فيروز ويسمع شوفو اللي عنده مشكلة يبي يحلها ويفكر فيها ترى بها الجو طلعوا 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 من الفراش قوموا صليتوا فرضكم لبسوا هدومكم اخذوا شايكم ولي قهوتكم وشغلوا سيارتكم ومسكوا شارع الخليج يهبل شوفو الأجواء شحالاتها خاصة مع ترتيب الواجهة شون صارت وايد حلوة صراحة انا الحين باتجاه وبدخل مواقف سوق شرق فما قدر اتكلم عن سوق شرق لانه يتكلم عن نفسه وما صورت فيه وايد امانة لاني انا ما اخذتها شوية يعني تور بالسيارة اكثر من اكون انا ماشية نزلت صورت الحمام وصراحة يعني منظر ما اقدر اخلي وما اصوره احب الحمام الحين حاطين لنا كان شفتوا هذول ما ادريش يسمونهم البايكس هذول للتأجير انا كنت اشوفهم باوروبا واقول يا ليتي سووا لنا والحمد لله سووا لنا بس انا طبعا بعمري وشكلي وحجابي وهذا ما ينفع اركب واحد ولا قلبي سوي شدي خاصة لما سووا الممشأ اللي بشارع الخليج سووا تراكات حق اله السوالف هذي بس الواحد خلاص ما سووهم الا لما كبرنا والحمد لله رب العالمين ان الله مذلي بالعمر ووصلت لهذا الوقت اني اشوف الكويت بحلتها الحلوة وشكلها الجديد والتحديث اللي حصل فيها بكل مكان سواء اماكن الالعاب المولات الواجهات يابيننا شوية بعد بالشوارع نهتم اكثر وهم بعد ودي انا كامنية ان بدل ما نزرع اماكن الخضرة لعند الشوارع يليت انبلطها افضل يعني مع جونة وشدي انا هذه نصيحة يعني اتمنى تطبق شكل جمالي وتحبس الاغبار ما يتطاير على المارة ولا على السيارات وهذا اللي المفروض يكون خاصة اللي يكون عند الاشارات مني ومني هذا كله يبلط وخاصة في الكويت سيتي انا لاحظت ان ناقصها هالشي فارجو ان المسؤولين يلتفتون حق هذه الملاحظة وبجذي نكون يعني على الظمن كفيتوا ووفيتوا وعضيتونا كويت سلمتونا اياها على المفتاح تهبل تشرف ترفع الراس واللي طلع من الكويت يليت يرجع لها عشان يشوف قبل وبعد شان صارت ومتطلعين الى كويت خمسة وثلاثين ان شاء الله يتكتمل المشاريع في امان الله